وأيضاً نشهد الحركة اللي بقت دلوقتي بتحصل في كل مواني مصر في الإفراج عن البضائع اللي كانت متركمة في المواني إحنا يمكن بدأنا بزيارة يعني واحد من أهم ميادين إسكندرية ميدان محطة مصر وتفقدنا أعمال التطوير ويمكن أهم من التحدي كان موجود في هذا الميدان هو كانت مشكلة البعاء الجائدين اللي كانوا بيحتلوا كل منطقة في الميدان والحمد لله يمكن من خلال تطوير كامل حضركم تشوفتوا معنا تعمل مبنى كامل لسوق للباعة الجائلين وكل الباعة اللي بيبقوا موجودين في إسكندرية على مستوى حضاري وده نموذج إحنا بدأنا وحنستمر في تطبيقه في كل حتة في مصر ويمكن كنت بتكلم مع السيد محافظة إسكندرية على كل الميادين الأخرى هنبدأ التطبيق فيها تباعاً إن شاء الله دخلنا وتفقدنا أعمال التطوير في محطة مصر نفسها اللي هي تعتبر واحدة من أقدم محطات السكة الحديد في مصر وشفتوا حضراتكم معنا المنظومة الجديدة من الأبواب الإلكترونية والتذاكر والشكل الخطرات الجديدة اللي بقت موجودة في محطة مصر يمكن انتقلنا بعد كده إلى هنا المينة إسكندرية علشان طبعاً المينة بيشهد حجم يعني تطوير وإضافة للأرصفة عمرها ما حصلت في تاريخ هذا المينة زي ما بيحصل في كل مواني الجمهورية ويمكن حضراتكم يعني شفتم معايا وإحنا بنتفقد كل مشروعات التوسع اللي بيحصل النهاردة في الأرصفة وإضافة أرصفة جديدة وكلها مرتبطة والحمد لله بعقود تشغيل مع أكبر شركات في العالم وتوقفنا وشوفنا في أكتر من محطة حجم الحركة اللي موجودة والشركات العالمية اللي بقت موجودة النهاردة واللي احنا كدولة مصرية تعاقدنا معاهم بالفعل على تشغيل كل الأرصفة والتوسعات اللي موجودة النهاردة في كل مواني الجمهورية الكبيرة النموذج اللي حراكم شايفينه من أعمال التوسع اللي احنا النهاردة موجودين فيه موجود زيه في السخنة موجود في جرجوب موجود في اسكندرية بقية اسكندرية هنا الدخيلة والمكس وفي أبو إير في كل مواني مصر النهاردة وفي استفاجة بيحصل فيها عملية التطوير دي عشان تبقى مصر بحق يعني مركز لوجيستي عالمي في المنطقة دي كلها